مساء الخير على حضراتكم مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم سنعرف حضراتكم بنفسي أنا اسمي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية المسؤولة عن الإعلام الأجنبي في مصر وعن بعض أنواع الإعلام المحلي بنبدأ مؤتمرنا الصحفي التاني وكنا قد التقينا يوم السلساء الماضي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لكي نبرز بعض ملامح الموقف المصري من هذه الأزمة الخطيرة التي تدور وراء هذا الجدار في قطاع غزة الموقف المصري كما هو واضح منذ البداية يرتكز على مجموعة من المؤشرات ومجموعة من المرتكزات أبرزها وأظهرها في كل كلماته وخطبه وأيضا اتصالاته بكل مسؤولين في العالم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد على عديد من السوابت السوابت الأول أن ما يجري في قطاع غزة الآن هو عدوان لا تقبله مصر ولا تقبله الشريعة الدولية ولا القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني وأنه يتجاوز في كل الأحوال كل ما يسمى عن حق الدفاع الشريع عن النفس حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن يمتد إلى المدنيين الأبرياء لدينا حتى الآن أكثر من 8300 شهيد ولدينا أكثر من 21 ألف مصاب لدينا 45% من مساكن قطاع غزة إما تهدمت كليا أو تضررت جزئيا لدينا قرابة مليون و400 ألف مواطن مدني نزح من مكانه تحت تهديد الاحتلال الإسرائيلي مصر أيضا تؤكد على رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جينيف الرابعة التي تحضر أي تهديد أو أي نقل أو أي تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين سواء داخل الإقليم المحتل وهو هنا قطاع غزة أو إلى أي مكان آخر خارج هذا القطاع الأمر الثالث أن مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية وبشكل خاص ما زعم ونشر وأزيع عن مخططات عرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولية لتهجير قصري تحت تحديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر مصر سيادتها على أراضيها هي ملك لشعبها الشعب الفلسطيني شعب شقيق ونحن منحرصنا على أنه شعب شقيق لا يمكن أن نقبل أن تصفى القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والشعب الفلسطيني نفسه أبرز على لسان كل قياداته وعلى لساء الطبيعية والتنظيمية والفصائل أنه يرفض التهجير وأنه قد هجر مرة واحدة إبان النجبة عام 1947-1948 وأنه لن يقبل أبدا التهجير من أرضه ويفضل أن يموت فيها وأن الشعب الفلسطيني هو يطرح هذا إذا ما كان له أن يترك غزة فلن يتركها إلا شرقا أو شمالا يتركها إلى أراضيه التي تركها من قبل تحت تهديد السلاح لكن الشعب الفلسطيني لا يقبل أبدا أن يأتي إلى هذه البقعة من أرض مصر إلى سيناء ولا يقبل أن يأتي أبدا لكي يستبدل وطنه بوطن مصطنع مصر لم تكن ولم تكن وطن مصطنع لأي أحد وكما أشار السيد الرئيس المزراء اليوم فإن مصر مع الاستعداد وقد فعلت طوال عقود وقرون أنكبزل من الغالي والنفيس ما تدافع به عن هذه الأرض هذا ليس كلاما بلاغيا الدولة المصرية والشعب المصري معها وقبلها ووراءها يؤكد على كل هذه المعاني الأمر الثالث أن مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وهذا الوقف الفوري لإطلاق النار لإنقاذ الأبرياء والمدنيين والقول بأن في غزة وحسب الأدعاء الإسرائيلي هناك مسلحون هناك مدنيون القانون الدولي لا يعترف المناطق المحتلة إلا بالمدنيين وغزة منطقة محتلة وفقا للقانون الدولي وبالتالي كل ما يحدث في غزة لا يحدث ضد قوات نظامية هو يحدث ضد مقاومة والمقاومة في القانون الدولي مقر كما هو مقر حق الدفاع الشرعي عن النفس الأمران مقران والمقاومة من حق الشعوب جميعا وكما قلنا في لقائنا السابق لم يعرف التاريخ في العالم مقاومة أو حركة تحرر وطني هزمت كل المستعمرين هزموا كل المستعمرين بلا استثناء منذ أن كان الاستعمار الأوروبي في كل دول العالم الثالث وفي إفريقيا وفي آسيا هزموا جميعا المقاومة تنتصر دائما وتنتصر ليس في معركة واحدة هي تأخذ وقتها من القتال وأحيانا من التفاضل ما تدعو إليه مصر الآن هو أن يوقف هذا الإطلاق للنار فوريا وأن يتم فتح فوري ومستدام وبشكل متواصل لكل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر منذ 16 عاما حتى الآن لا بد من فتح كل المساعدات ولا بد لمجتمع الدولي أن يقوم بهذا ويتساند معنا ونحن ندعو المجتمع الدولي ندعو ممثل المجتمع الدولي ندعو كل المنظمات ذات الصلة والأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان المفاوض السامي لحقوق الإنسان المنظمات الدولية المنط بها سواء منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأخرى ذات الطبيعة الأهلية المهتمة بحقوق الناس المهتمة بحقوق المواطنين المهتمة بحقوق الصحفين مثلا وهناك 34 صحفيا قتلوا في قطاع غزة وقطاع غزة حضراتكم معنا زملائنا من الممثل الإعلامي الأجنبي أنتم ممنوعون من الذهاب إلى قطاع غزة الذي لم نعكم ليست السلطات المصرية أنتم وصلتم معنا هنا إلى آخر متر من حدودنا الشرطية لكننا لا نجد أي تطمينات ولا تجدون أنتم أيضا أي تطمينات من جيش الاحتلال لأنكم إذا دخلتم ستكونون آمينين ويكفي أن تعلموا أنتم تعلمون أن الأمين العام للأمم المتحدة وصل إلى هذه النقطة وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وصل لهذه النقطة ولكنه لم يتجاوزها إلى الأراضي الفلسطينية لماذا؟ لأن هناك منعا إسرائيليا حتى لممثل الإرادة الدولية والمنظمات الدولية مصر تدعو إلى أن يتوقف القتال فورا وأن يبدأ التفاوض الحقيقي القائم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن من أجل حل الدولتين لا يوجد إلا حل الدولتين حلا لهذه الأزمة التي تهدد العالم كله حل الدولتين لم تخترعه الأطراف العربية بل الذي أبدعه أو الذي قرره هو الجمعية العامة لأمم المتحدة عام 47 بالقرار 181 الذي أعطى حق الدولتين فقامت دولة ولم نشهد الثانية على الإطلاق حتى اليوم وهي الدولة الفلسطينية وبالتالي حل الدولتين هو الحل المتبنى من جانب مصر وفي مؤتمر القاهرة للسلام أظن أن كل الأطراف تقريبا اتفقت على هذا الحل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها تتبنى والسؤال متى يبدأ التفاوض الحقيقي حول حل الدولتين لا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار لا يوجد تفاوض تحت إطلاق السواريخ لا يوجد تفاوض بعملية برية يقال أنها بدأت بالفعل الآن في كل محاول غزة وبالتالي ندعو إلى وقف إطلاق الفاورين للنار ثم بدء المفاوضات ويدعى إلى مؤتمر القاهرة يمكن أن تكون محلا له مؤتمر للقاهرة اثنين للسلام تطرح فيه هذه المسألة المعلومات أخيرة قبل أن أتلقى أسئلة حضراتكم حتى اللحظة مرة من هذا المعبر بالحاويات التي تحمل وأنتم تروها بالمئات والآلاف ولدينا في مطار العريش أيضا آلاف الأطنان من الدول الصديقة والشقيقة مرة فقط حتى الآن خلال الأيام الماضية كلها 250 شاحنة حتى اللحظة قطاع غزة يحتاج يوميا من كل المعابر حوالي 500 شاحنة مرة طوال هذه الأيام 250 شاحنة فقط وبالتالي نحن نكرر الدعوة لأن تنعقد الإرادة الدولية وبشكل واضح وصريح وبدون التفاف من أجل البدء بإرادة المساعدات أهل غزة يتدورون جوعا وتكاد المستشفيات أن تغلق كلها بعد أن أغلق أكثر من نصفها وأيضا لا يوجد لديهم لماء ولا يوجد لديهم دواء ونحن نرجو من المجتمع الدولي أن يتحمل هذه المسؤولية هذه هي الملامح الرئيسية للموقف المصري أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدها رئيس الوزراء أكدتها القوات المسلحة أكدها معهم وقبلهم جميعا الشعب المصري ترجمة نانسي قنقر